عينك على القمة وعينك أيضاً فاتحة زوايا تانية كتير لأن ارتباطاتك مش في الدوري فقط أنت كلها خمس ست أيام وتبدأ المشوار الجديد في دوري أبطال أفريقيا الفريق حيسافر إن شاء الله إلى أثيوبيا علشان يلاقي فريق جيمة جيفارة أو جيفار الأثيوبي في دور الـ 32 المباراة تبقى يوم 14 يعني كمان أسبوع يوم 14 في أدس أبيبا والعودة يوم 21 بعدها بأسبوع في القاهرة يعني ما عندكش أي فرص لا الدنيا جد جد وراء بعده يعني ما فيش زار خالص صحيح يعني فإنما بين الله أداوده أداوده بين الله لا لا يلاعب جيمة جيفار الأثيوبي الفريق اللي صعد لدور الـ 32 على حساب تلكم جيبوتي الغريبة أن الفريق الأثيوبي فاز بره ملعبه في جيبوتي 3-1 وتعادل في أثيوبي 2-2 يعني تعادل في ملعبه 2-2 وفاز بره 3-1 دي المباراة العودة ده مؤشر برضه أنه فريق طبعا دي يدريكس بره ورده 3 بالضبط المباراة دي تابعها من الملعب الكابتن عدل مصطفى المدرب المساعد في جهاز الكابتن محمد يوسف عشان يكتب تقرير شافي عن الفريق الأثيوبي خاصة أن هذا الدور يفضي إلى دور المجموعات مباشرة يعني ده دور الـ 32 تخلص منه إن شاء الله تدخل دور المجموعات ودائما أنا أرى أنه أخطر مبراهي دور الـ 32 دي صحية عشان أنه كأوت عشان أنه كأوت وتملي حساباتها بتبقى يعني الناس بتخد أنها يعني أمر واقع هتعديها هتعديها هنا الخطورة بتاعتها صحية